كل ده هيكون حاضروا معانا النهاردة في تغطيتنا على شاشة الحياة تغطية ممتدة لكن خلونا نبتدي من أول نقطة عبور للجيش المصري في 73 من أول نقطة عبور هيكون معانا على الهوى القبطان وسام عباس خافز الشهير وسام حافز أحد أبطال المجموعة 39 قتال واللي قدمت تضحيات وبطولات عظيمة لمصر قبل وخلال حرب 73 فرد من أفراد السعقة المصرية السعقة البحرية المصرية فرطرة حرب الاستنزاف شارك في حرب اليمن في 82 وشارك في عدد كبير 62 عن أسفة وعدد كبير من العمليات العسكرية ضد إسرائيل بعد نكسة 67 ده طبعا كان من خلال التحاق بمجموعة العمليات الخاصة داخل سينة وبعدها تم ضم المجموعة دي للمجموعة 39 قتال بقيادة الشهيد إبراهيم الرفاعي حصل على نوت الشجاعة العسكري من الطبقة الأولى من الرئيس الراحل الزعيم جمال عبد الناصر وحصل على نوت الشجاعة العسكري من الطبقة الأولى من الرئيس الزعيم أنور السادات وحصل كمان على النجمة العسكرية وعدد كبير من الأنوات والتحاق بعتها بالعمل بقناة السويس ووقتها كان يعني كبير المرشدين بهيئة قناة السويد القبطان وسام حافظ أحد أبطال حرب أكتوبر 73 مشرفنا على الهوى مساء الخير يا فندم أهلا وسهلا بحداك وكل سنة وحداك طيب وبصحة وخير يا رب سلام عليكم وعليكم السلام كل سنة طيبين وحضرتك طيب وبصحة وخير كل سنة طيبين أهلا وسهلا يا فندم أهلا وسهلا مشرفنا يعني السعداء ومتشرفين جدا جدا أن حداك حاضر وموجود معانا النهاردة علشان نحكي ونتكلم عن لحظات وأيام مجيدة في عمر الوطن حضرتك وينتا النهاردة موجود معانا من أول نقطة عبور للجيش المصري في حرب أكتوبر كلمنا عن اللحظة دي يا فندم لحظة العبور اللحظة دي أنا كنت في المجموعة 39 قتالة تبع الفرع الميات الخاصة اللي كان بيقوده الشهيد إبراهيم الرفاعي اللي هو من القائد بتاعي لمدة الست سنين طول الفترة حرب للسنزاف وحرب 73 أيوة فندم وأنا كنت معاه طول الفترة دي الحمد لله يعني أعملنا أعمال عظيمة جدا واختراقنا دفاعات العدو في مناطق عديدة بس النهاردة بالذات الشهيد إبراهيم أو البطل إبراهيم الرفاعي وكان معاه الدكتور علي نصر وكان معاه بعض الزباط المجموعة وعدوا بالترات هليكوبتر وضربوا المستودعات البترول في البلعيم الساعة اتنين النهاردة النهاردة الضهر يعني زي النهاردة الضهر 6 أكتوبر 73 دا كانت أول معركة أمن أمن بيها المجموعة 39 قتال بقيادة الشهيد إبراهيم الرفاعي وفي العملية دي كان هم طيارتين هليكوبتر للأسف في طيارة منهم أصيبت ووقعت وكان فيها النقيب فؤاد عبد الغفار الله يرحمه بعد كده توفى اتأسر هو وقائد الطيارة وطأم الطيارة برضه اتأسر وكان فيها الشهيد الشويش مطاوع استوشد كان في الطيارة دي أما الطيارة التانية اللي كان فيها إبراهيم الرفاعي والدكتور علي نصر وجلال النادي كان الطيار رجعوا بالسلامة وكانت أول عملية أمنة بيها المجموعة 39 قتال في الوقت دا كان طيران المصري بيضرب مواقع العدو جوا سينة وفي نفس الوقت المدفعية بتضرب الجبهة بالكامل من السويس وحتى بورسعين بتضرب الجبهة بالكامل بالمدفعية وابتدت وحدات المشاع ينزلوا بالأوارب ويعدوا قناة السويس كل دا تم الساعة 2 الظهر النهار دا طيب لو اتكلمنا أكتر عن طبيعة المجموعة دي فاندبل نتردد اسمها كتير في عدد كبير من العمليات طبيعة المجموعة إمتى تشكلت إيه الهدف منها إيه الاستراتيجية القتالية بتاعتها المجموعة دي اتكونت من تسعة وتلاتين واحد منهم تسعة وعشرين واحد من القوات البحرية آه ثلاث زباط بحرية وستة وعشرين صف زابط آه وبعد كده فيه ستة زباط ومنهم إبراهيم رفاعي وعلى نصر ويعني مجموعة ويرجائي ويعني كان مجموعة ست زباط واربعة صف زباط منهم مصطفى إبراهيم ويعني كان كلنا على بعد كده 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 نتسعة وتلاتين واحد عملنا حوالي أربعين عملية قتالية وسمونا عشان عملنا يعني كنا مشهورين بعمليات كلها نجحة ونجح العملات بتاعتنا إن احنا كنا بنعمل استطلاع جيد بنبقى عارفين هنعمل إيه فين وطبعا حسب تصرفات الإسرائيليين فبنقولنا بنستطلعهم ونستطلع تصرفاتهم وأماكن تمركزهم وبالتالي كنا بنختار الأماكن اللي احنا نحس منها إن احنا هنقدر نعمل معاهم مواقف إيجابية وبالتالي كنا بنعبر كل يوم سبت من سنة سبعة وستين وحتى وقف اطلاق النار سنة الف وتسعمائة وسبعين عملنا في هذه الفترة تسعة وتسعين عملية قبور متنوعة إغارة أجام انتقاما للشهيد عميل عمرياض ودي كانت في تسعة عشر إبريل سنة تسعة وستين وهجمنا على موقع لسانة تمساح اللي بسببه استشهد الشهيد عميل عمرياض في الإسماعيلية وكان الانتقام بتاعنا إن احنا قتلنا معظم الإسرائيليين اللي كانوا موجودين وكان عددهم أربعة واربعين واحد ودمرنا الدوشن بتاعته والكلام ده كان في تسعة عشر أكتوبر سنة تلاتة سنة تسعة وستين وتعددت العمليات بتاعتنا بعد كده إلى إن عملنا إنزال بالهيكوبتر على طرق الجواسينا واشتراكنا برضو في المجموعة بتاعتنا في عمليات الهجوم على ميناء إيلات وتدمير اللي احنا نفذنا فيها تامن عمليات هجوم على ميناء إيلات أنا أنا هنتوقف حضرتك عند العمليات المهمة اللي حصلت في تدمير ميناء إيلات والحفار لكن لأن دي محتاجة تفاصيل كتير هرجع لها بعد شوية لكن وحداك بتعدد كم العمليات اللي تمت بعد سبعة وستين وصولة اللي وقف إطلاق النار وحتى وانت بتقول لي إن قوام المجموعة دي تسعة وتلاتين فرد بس فأنت بتتكلم على مجموعة وأنا بتتكلم على استراتيجية القتالية الخاصة بالمجموعة أنت عدد محدود بيعمل عمليات خطفة وسريعة وبإنجاز وبنجاح الحمد لله يا رب إزاي ده كان مهم في وقت صعب ونجاح لألك ده الحمد لله آه ما أنا بقول ده بقى إزاي أثر وسمع في معنويات الجيش المصري والشعب المصري في الفترة الصعبة اللي عشناها بعد سبعة وستين بلا شك العمليات بتاعتنا آآ كانت بتزاع وأثرت على معنويات الإسرائيليين آآ لدرجة إن كان الإسرائيلي لما بتدينا إحنا نعمل عملياتنا كانوا بيعوموا في قناة السويس آآ وبيعملوا يعني رحلات سياحية على قناة السويس آآ نتيجة العمليات بتاعتنا كان يعني رؤوسهم ما بتتطوعش من اللي حنادي يعني كان يعني اللي يطلع دماغه جايف يتنزل تاني يينزل ميت ما كانوش بقدره يعني يعملوا اللي كانوا بيعملوه قبل كده وكان اللي بيعدي ويجي سينة يعني كانوا بيعودوا بقى يصلوله ويعملوله عشان يرجع بالسلامة تاني إذا إذا رجع يعني إذا كان له نصيب ما قابلناش يعني يعني حظه كويس إن هو ما قابلناش عشان يرجع تاني وعملنا فيهم عمليات برضو فيها زكاء يعني مثلا أنا فاكر كنا بندلهم ألغام نلغم فيها الطرق والموصلات والموصلات بتاعتهم فكانوا برضو بيمشوا دقاقة تشيل الألغام وبعد كده بتدوا يكشفوا الألغام فيزيعوا بقى إحنا بنشكر القوات الخاصة المصرية إن إحنا آآ لقينا حوالي عشرين لغم وإحنا زودنا المخازن بتاعتنا بيزيل الألغام بنشكر القوات المصرية اللي جاويت لنا الألغام دي فالمرة اللي بعدها حطنا لهم ألغام برضو تانية وهم أخدوها برضو شكرونة بس ما تنونش يعرفوا بقى إن الألغام دي كانت مفخخة إن اللغم كل واحد من دول كان محطوط فيه مفجر ينفجر بعد سبع تيام بعد سبع تيام فالمخازن الزخيرة بتاعتهم انفجرت بعد سبع تيام نديجة إنهم حطوها في المخازن بتاعت الزخيرة فكانت يعني يعني فيه مقالب بتتعامل فيهم بواسطة المجموعة بتاعتنا باستمرار يعني ما كانتش مجرد يعني إحساس راحة كان فيه عمليات برضو مضحكة والله عمليات مضحكة بنتحك بي عليهم آه آه فكانت يعني أعمال عظيمة جدا طب رفعت روح المعنوية للجيش المصري ويعني على فكرة بقى إن نضم علينا عشان خاطر برضو يعني نقدر نقوم بالعملات بتاعتنا اتفاد بعد ما كنا تسعة وتلاتين واحد نضم علينا فاصلتين من الكاتبة مية وتلاتة صعقة عشان نبقى عدد كبير وأصبحت اسمنا المجموعة تسعة وتلاتين قتال بعد ما نضم علينا عشان نعمل عملة الغارة بتاعت لسان التمساح دي كان عددنا طبعا تسعة وتلاتين واحد كان قليل فكان لازم نزداد عشان نقدر نعمل الهجمة دي بالعدد المناسب فدخلنا على الهجوم على الموقع بواحد وسبعين مقاتل اللي بعد ما نضم علينا الكاتبة مية بعد الكاتبة تسعة الكاتبة الكاتبة تسعة اللي نضمت علينا واستمرنا بقى في العمل طول فترة حرب السنزاف عمليات متالفة إبرار بالهليكوبتر عبور بالأوارب من خليج السويس نضمر مطار الطور ويعني ما خليناهمش مرتاحين طول فترة حرب السنزافة عملية عظيمة وتصدرت العنوين وقتها هو تدمير طبعا إيلات والحفار الإسرائيلي ودي كانت برضو معجزة بكل المقييس وبطولة مهمة كلمنا عنها يا فندم احكي لنا إيه اللي حصل فيها موضوع إيلات كان طبعا هم كانوا يعني قدروا يعملوا انزال نتيجة العمليات الكتيرة اللي احنا عملناها فيهم وهم قدروا يمالوا انزال في منطقة الزعفرانة ويهاجموا إحداث النقط الحراسة اللي موجودة على الساحل في المنطقة دي فالرئيس عبد الناصر قرر ان السفينة اللي عملت هذا الكلام وهي اسمها هباة شيفع والسفينة التانية اسمها هباة يام دول لابد من تدمره وكلفت المجموعة 39 قتال وفرق العمليات الخاصة اللي انا كنت بتشرف تاني حدوثين وكنت ماسك المجموعة الاستطلاع والمعلومات ان احنا نعمل عمال ضد هذا العمل وتقرر ان العمل دا يتم عن طريق الأردن وطبعا الأردن ما كانش عندها خبر ان احنا حنعمل هذا العمل وكننا بنجاهز نفسنا للعمل من هناك فودينا دي كانت مسؤوليتنا احنا بقى احنا ودينا الألغام ودينا أجهزة الغطس ودينا التسليح كل دا راح الأردن بدون علم السلطات الأردنية وانا شخصيا رحت استطلعت برضو المنطقة بتاعت الهات كانت في اول مرة كان الكلام دا في اغسطس سنة 69 والحقيقة كان الدنيا امان خالص من الاسرائيليين تجاه الأردن ما كانش فيه اي حاجة تدل على انهم يحاملوا اي حاجة في المنطقة دي وكانش منتظرين اي هجوم عليهم من المنطقة دي وبالتالي العمالية الأولينية لما تنفذت في اكتوبر سنة 69 وتنفذت كويس قوي وتنفذت بسط البطل عمر عز الدين والبطل نبيل عبدوهاب والبطل أبوريشا والشهيد البطل اللي هو استشهد في هذه العملية واستشهد مش نتيجة الاسرائيليين لا استشهد نتيجة جاله تسامم أكسجين حدثة غطس عادية جدا وكان ممكن ينجو اذا كان بس جزء ان هو يطلع فوق وش المياه هيتنفس هوى لكن هو عشان ما يتكشفش فضل ان هو يركب اللغم بتاعه وهو تحت المياه واستشهد وفي الحالة دي والحقيقة البطل نبيل عبدوهاب عام به 15 كيلو ورجع به العملية التانية بس العملية دي تمت في مراكب مش مطلوب تنسفها اللي هي داليا وهيدرومو فأعيد ان احنا ننفذ العملية في المركب اللي تسمعها بات شيفع وبات يام في نفس الوقت كان موشى ديان خلى المراكب ما تبقاش تربط في الميناء يعني بقت ايه المراكب تطلع برا تبلط برا طول الليل خايفين ويخشوا بالنهار طبعا يعني هما سبولنا الدين عشان هما بمجهود فضيع بيتعمل يعني هما حاسين انهم غير لازمة بس طبعا عشان يضمنوا ان احنا ما نعملش فيهم حاجة فاحنا برضو كنا متابعينهم كمخابرات فعرفنا ان المركب بات شيفع وهي بتنزل دبابة في شرم الشيخ كالترخيرها خبطت الباب بتاع العبارة بات شيفع فالباب اتعوج فاستنتجنا من هذا ان سيتم ايه ادخال بات شيفع الى العمرة عشان تتعمر وتتصلح يبقى هتخش البر يبقى مش هتطلع تبلط برا جيالنا وبالتالي سافر البطل رامي والبطل التاني برضو راحوا في ستة فبراير دمروا السفينة بات شيفع وبات يام تدمروا في نفس يوم ستة وسبعة فبراير سنة سبعين انما الاسرائيليين نجحوا في ان السفينة بات شيفع يعني صلحوها وتعود للخدمة بس ايه ما كانتش بقى ايه بالقدر اللي كانت موجودة بيه قبل كده فتعملت عملية تانية في 15 مايو قام بيها البطل عمر عز الدين ومعها نبيل عبد الوهاب وبوريشة والاراقي وراحوا عملوا العملية التالتة عشان يلغموا بس المرة دي الاسرائيليين اكتشفوا ان في حاجة في المية فرموا قزائف اعماق في المية فكانت النتيجة ان افراد الضفادة طفوا على وش المية والالغام أصيبت بانها ما بتغرقش عشان ينفزوا العملية لبسوا الالغام حزمة الرصاص بتاعتهم عشان الالغام تغرق وتتحط فيه الاماكن بتاعتها على الرصيف عشان لما تيجي باتش يبقى على الصبح تنفجر فكانت النتيجة ان اللغم الاولاني انفجر الساعة سبعة بدل ما انفجر الساعة تنشر فطبعا عمل ضجة وكسر الرصيف وعمل دوشة كبيرة فالاسرائيليين نزلوا الضفادة على البشرية الساعة تسعة عشان يشوفوا ايه اللي موجود تحت المية فكتر خير اللغم التاني رحمة فارقع رحمة موت 14 ضفضع اسرائيلي انا يعني في رأينا كلنا ان الاربعتاشر ضفضع دول اهم من بيت شفع واهم من اي حاجة تانية ودي كانت نهاية عمليات الات لان بعد كده حصل وقف اطلاق النار سنة 1970 طيب انا عايز اتوقف مع حضرتك قدام عبارة حداك اشرت ليها هو احد ابطلنا في عملية الات اللي يعني استشهد علشان مسألة الاكسجين وتسمم الاكسجين وفضل ان هو يعمل اللغم تحت المية ولانه يطلع ياخد نفسه علشان لا يكشف العملية ولا المجموعة اللي معاه ولما كنا بنقول انه كان فيه فرق في القدرة القتالية او في السلاح او في كلام ده كله لكن كان دايما العامل القوة هو المقاتل المصري بقردته بعزمته ان المسألة مش مسألة سلاح لكن مسألة حب الوطن والاسرار على استرجاع الارض انا هطلب من حضرتك طلب يا فاندب لان اكيد زي البطولة دي ان تحكي لنا زيها كتير ان المقاتل المصري يفضل ان هو يستشهد يضحي بنفسه في سبيل ان العملية ما تتكشفش بسبيل ان العملية تنجح بغض النظر عن اي اعتبارات احكي لنا وقاع او بطولات من النوعية دي قوالة البطل اللي بتكلمي عنه ده اسمه البرقوقي كان شويش في خوط طفضع البشرية بلوه الوحظة الخاصة الله يرحب فيه يعني شوهده زيه بالظبط كده كانوا معانا منسان التمساح يعني فيه معانا الشامي والشهيد موسى عبد العاطي الشامي ده ضرب بالقرب الشي بتاعه رشاش اسرائيلي في الموقع الحصين اللي بتاع لسان التمساح اللي هو كان عملت عشان خاطر اخذ بالسقر الشهيد عبد العامرياض وفي نفس الوقت برضو استوشد معاه موسى عبد العاطي ودول برضو من الابطال المجموعة 39 قتال انا برضو كان معايا في اللنش بتاعي في عيون موسى الشهيد البطل عصام الدالي وده احد الريال الزباط المخابرات وكان راجل عظيم جدا وانا بعتبره اخ اكبر ليا وحقيقة كانت دايما بطلع معاها العمليات العملية دي برضو استوشد فيها في 30 اغسطس سنة 69 وكان برضو كان معانا برضو صف زابط اسمه الشهيد عامر كان من الكتيبة 93 صعقة كان معايا في نفس اللنش والقذيفة مرت من قدامي خبطت من دماغ عامر وطلعت من دماغ عامر على الشهيد عصام الدالي واصابة مباشرة من الدبابة الدبابة استمرت في الضرب علينا 9 بنات وانا الحمدلله قدرت ارجع باللنش بالباقي المجموعة كان فيه حوالي 12 واحد في اللنش الحمدلله رجعنا كلهم بالسلامة مع دا الشهيدين الابطال دول طب لو اتكلمنا كمان يا فندم عن الشهيد البطل ابراهيم الرفاعي الله يرحمه يعني احكينا عنه اكتر الشهيد ابراهيم الرفاعي دا قائد بتاعنا اللي كان يعني اسطورة في ان هو فنان وانا شخصيا اتعلمت منه ازاي نعمل عملية وازاي نحارب وازاي نستطلع وازاي نتدرب كل دا اتعلمته من هذا الرجل العظيم نعم لما دخلنا الصغرة في سنة تلاتة وسبعين كان يوم جمعة الظهر والازان اسناء ازان الظهر يعني فيه زابط كان زي منا اسمه رفعت الزعفراني بلغ انه قدامه اربع دبابات وان فيه معاه المدفع بتاعه فيه عطل فالشهيد ابراهيم الرفاعي تقدم بنفسه ومع مدفع مضاد لدبات سبعة وخمسين ملي وراح يضرب الدبابات لكن يعني اصيب بسطة القناصة الاسرائيليين وسقط شهيدا في يوم الجمعة الساعة 12 يوم 19 اكتوبر سنة تلاتة وسبعين الله يرحم اسمح لنا هيبقى لنا وقفة هنا دلوقتي الله يرحم يا رب كل قطلنا العزام اللي قدموا تضحيات كبيرة وعظيمة علشان نتكلم النهاردة ونحكي عن العبور من الهزيمة للانتصار واستعادة الارض اسمح لنا فندم هنروح نشوف بروفايل او تقرير سريع كده عن الشهيد البطل ابراهيم الرفاعي ونرجع لحضرتك مرة تانية ونتوقف بقى امام حضرتك يمكن قررت اكتب من مرة مسألة الاستطلاع فالمعايير العلمية او ايه الاسليب في تخطيط هذه العمليات والاعداد لها هنرجع لده بعد ما نشوف بعض المعلومات عن الشهيد ابراهيم الرفاعي اشتركوا في القناة